اشتركوا في القناة 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 بقى ارفحها واقلب بيدي. لغاية بس ما شوف كده هتحتاج معي دقيق تاني ولا. بس هنا هتلاقوني قلبت الديق وبرده لسه ترية خالص. جبت بقى كوباية كمان معي. وهبدأ بقى اضيف شوية شوية. يعني اديق حسب الحاجة. مضيفيش كده من الاول مقدار دقيق كتير. لا انا ضيفت كده كوباية تاني وبعد كده لما احتاج تاني حطيت. طبعا اي نوع مغبوزات زي احنا متفقين او معجنة الديق بيبقى حسب الحاجة. بنديف شوية بشوية كده وبعد كده بنشوف انا احتاج تاني ولا. انا هنا ضيفت نص الكوباية في الاول كده وقلبت. وهي خلاص خدت معي النص التاني. يعني انا كده احتاجت في الكمية دي تلات كوباية من الديق. طبعا انت عندك ممكن تحتاجي اقل وممكن تحتاجي اكتر حسب نوع الديق. يعني مش شرط تقول لي تلات كوباية وتضيفهم كلهم. وبصوا يا غاية ما وصلت القامضة زي ما انت شايفة كده. انا هنا عشان هعمل بالشوكولاتة هقسم بقى العجينة. وهزود بقى على ايه على نصها كده كاكاو. هدف بقى على نص الكمية معلقة كبيرة كده من الكاكاو. طبعا اذا ما ضيفت كاكاو لازم ما ضيفت مثلا معلقة كمان من الزيت او الزبدة عشان طبعا ايه؟ طبعا العجينة مضبوطة زي التاني. دفت كده كاكاو معلقة من الزيت وهبدأ بقى ان اقلبه كويس كده في العجينة. خلاص كده قلبتها كويس زي ما انت شايفة كده هبدأ بقى ان اشكلها. انا هنا بقى جبت الصناية معي وهبدأ بقى ان اشكل فيها الكوكيز. جبت بقى شوكولة شيبسي كده عشان ايه؟ انا ممكن لو انت حابة تقلبي مع شوكولة شيبسي برضو جوه مفيش مشكلة جوه العجينة يعني. او حابة تحطي على الوشي بس كده زي ما انت شايفة ليعجبك. انا هنا استكفيت بقى ان انا حطيت على الوشي بس. بتكوره كده زي ما انت شايفة وبعد كده بحطه كده على شوكولة شيبسي واحطها في الصناية. زي ما اطيك لحابة ديف شوية مع العجينة من الاول برضو مفيش مشكلة. بتكوري كده بقى بالحجم ليعجبك. وتحطي برضو في صناية. انا الصناية دي مش مدونة طبعا حاجة. عشان هو طبعا في كمية زيبنة كتير مش هنحتاج ان احنا نديني الصناية. هشكل بقى الكمية كلها كده زي ما انت شايفة. بعد كده اقول كنسويها ازي. انا كده عملت جزء بني و جزء ابيض. ياردت خليف الصناية برضو جزء من البني عشان البني بيبقى سواهم يعني ما بيبنش لما بيستوي. الابيض اول ما بيبن كده بياخد اللون خفيف من تحت. وتعرف ان هو استوي. هندخل بقى الكوكيزة على فرن درجة حربته متوسطة بياخد معين من 10 دقائق لربع ساعة. او طبعا ما نغمقش بقى اللون بتاع الابيض. بنصليها وفاتح كده وحلو. اول ما بيخرج من الصناية طبعا بيبقى طاري شوية. ما بتحركوش من الصناية. بتسبيه بس شوية هده. وبعد كده بتنقليه في طبق التقديم. بص زي ما انت شايفين ما شاء الله جميل جدا. زي ما قلت لك بص اللون. احنا ما غمقناش اللون خالص. اول بس ما بياخد لون خفيف كده من تحت. بيبدأ استوي. بتخرج يبس بيه ده شوية في الصناية. عشان طبعا او ما بيخرج بيبقى طاري شوية معك. وبعد كده هو بينشاف او ما بيبرد شوية بينشاف بقى جميل جدا. ما شاء الله بصوا شايفينه جميل جدا يا جماعة. جربوا الوصفة دي ان شاء الله يعجبكم. بصوا كده عامل ازاي ما شاء الله. جميل جدا وبقى امانة احلى كمان اللي بتشري من بره. جربوه ان شاء الله يعجب بولادكو جدا ووصفة سهلة جدا وبسيطة. ياريت بقى الفيديو بتاع النهار ده عجبك. ما تنسليش بقى باللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.